وإلى الصور وحكاياتها وأخبارها حافظ لاعب المنتخب الوطني البارالنبي لألعاب القوى أحمد الهندي على لقبه بطلا للعالم بعد أن توجى الاثنين بالميدالية الذهبية في منافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 وثلاثين في النسخة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس هذه صورة الهندي وقد تمكن بطل بارالنبيك توكيو 2020 من إحراز المركز الأول بعد أن دفع الكرة الحديدية لمسافة تقترب من 12 مترا وسجلك أفضل رقم شخصي له هذا الموسم مبارك للهندي هذا الإنجاز ضبط نحو ثلاثة أطنان من أحشاء الحيوانات وخمسة أطنان من الجلود داخل المعمل بظروف صحية سيئة في لواء الرمثة في الأردن هذه الأشياء التي يتم تنظيفها وبيعها للملاحم لصنع النقانق تخيلوا يصنعون النقانق من الزبالي وإحنا مناكل ومبسوطين هذا الضبط جاء بناء على ملحوظة وردت إلى الشرطة الملكية لحماية البيئة والتي أخذت مذكرة تفتيش من المدعي العام وضبطت المعمل بالتعاون مع مديرية شرطة الرمثة وكوادر مؤسسة الغذاء والدواء ثم تم التنسيق مع بلدية الرمثة لإرسال كابسة نفايات لإطلاف هذه الأحشاء بدلا من أن يأكلها الأردنيون مجددا حقيقة هذا الأمر بحاجة إلى تركيز أكثر ربما هناك غيرها ونحن لا نعلم الصورة التالية تذكرونها بالتأكيد يتذكر الأردنيون جميعا هذه الحادثة وهي الانفجار الذي وقع في العقبة العام الماضي بسبب تسرب الكلور والذي تسبب بوفاة 13 شخصا وإصابة العشرات الجديد في الأمر أن محكمة بداية جزاء العقبة أصدرت الأحد حكما بالسجن بحق المتسببين في انفجار غاز خزان غاز الكلوريين لمدة ثلاث سنوات كما قررت المحكمة حبس خمسة مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بسبب هذه الحادثة الصورة التي تليها شهدت الدورة الاستثنائية في مجلس النواب الأردني عودة النائب حسن الرياطي تحت قبة البرلمان كان مجلس النواب قد قرر في جلسة سرية العام الماضي تجميد عضوية الرياطي عامين بعد عراق حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية الحمد لله على السلام يا سيادة النائب الصورة التالية هي لتتويج النادي الفيصلي الأردني ببطولة درع المئوية خلال الأسبوع مبارك للنادي الفيصلي هذا التتويج والصورة الأخيرة المتداولة هي للشاب الفلسطيني منتصر الشيخ يحتضن طفلته قبل اعتقاله من منزله في القدس المحتلة منتصر تحرر قبل ثلاثة أشهر فقط وعاود الاحتلال اعتقاله مرة أخرى حكايات الأسرى لا تنتهي فك الله أسرهم جميعهم اشتركوا في القناة